أهلا بكم السؤال اللي سألنا اليوم أين وصلنا في الدراما الأردنية بأكثر من تجربة كنا إحنا حتى في الأردن نعتقد أنه ممثليننا وفنانيننا النجوم المعروفين اللي أنتوا بتعرفوهم في الأردن لكن لحد كبير مش شايفينهم نجوم بالمعنى العربي زي نور الشريف محمود ياسين حسين فاهمي الأسماء الكبيرة كنا نشوف داود جلاجر وعبد الكريم قواسمة وعبير عيسى ونبيل صوالحة ونبيل مشيني نجوم لكن ما كنا نشوفهم نجوم عرب كما كنا نشوفهم لما يطلعوا مرة كنا بالطيارة وإحنا نازلين على الكويت ثلاث نجوم أردنيين سلمت وحكينا بشكل سريع لكن مطار الكويت وجدت مظاهرة حاشدة ترحب بالنجوم بأسماءهم في مسلسلات بدوية عرفوها الإخوان في الكويت كما هو الحال دائما في الخليج وفي كل مكان إذن إحنا كنا في مكان مهم جدا في الدراما الأردنية وصلنا إلى مكان أيضا مهم جدا معي بكل تقدير المنتج الأردني طلال عوامل رئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي أهلا طلال يا أهلا بك هاني وين وين إيش؟ شفتي السؤال محلاء وين وين إيش؟ السؤال أنه وين وصلت الدراما الأردنية يعني الدراما الأردنية مرت بعدة مصاعب أساسية بس أهم شيء إحنا نتكلم بإيجابية أنه لسه في أمل إذا داركنا نفسنا وداركنا هذا في مجموعة كبيرة خلنا أبلش بالإيجابيات في مجموعة كبيرة من الشباب اليوم اللي من كترهم ومن عددهم بطلنا نقدر يعني نحصيهم ولا نعدهم قد ما هم يكتار ومتحمسين وجنوان اللي يعني بدهم يفوتوا بهاي القضية هلأ أضل إحنا لازم ننظم العملية بوعاء أو بإطار تنظيمي امرتب ينظم العلاقة بين شركات الإنتاج وقنوات البث وكذا وأنا من هون يعني بحب أشكرك على استضافتي بهذا اللقاء الطيب وعلى عمان تيفي اللي هي للأمانة يعني أنا طبعا هي قناة وليدة جديدة عم بتفرج عن إعلانات تبعها بالفيسبوك وبكل محل واضح أن وراها تفكير محترم بداية من وجودك فيها بداية من البراندينج الحلو اللي عم بطلع فيه أناقة معينة بتشبه الأردن والأردنيين بتشبه الأناقة اللي بتشوفها بالديوان الملكي بالتشريفات بالبروتوكول ترى إحنا مرتبين زي هيك ولسنا يعني كما نظهر أحيانا ببعض المؤسسات اللي أصابها التراهل سواء بالقطاع الخاص أو العام للأمانة أنا ببارك لكم بهاي المحطة وإن شاء الله هيك بكتبلها النجاح الدراما الأردنية مشكلتها الأساسية كانت أنه لم يكن هناك محطات تلفزيون محلية عشان تكمل الدورة العملية اعتمدنا بالدراما الأردنية وأنا ما بقدر أسميها دراما أردنية لأنه الطفرة اللي طلعت فيها مؤخرا الطفرة اللي إحنا بلشناها كمركز عربي اللي هي إعادة إحياء الدراما الأردنية بعد ما ماتت بالقبل اللي هي كانت اعتمدت أكتر على مسلسرات تاريخية وبدوية اللي هي الهدف منها التصدير لمحطات الخليج لأنه إحنا ما عنا محطات مهتمة بالمنتج الأردني الثقافي الإبداعي فبالتالي إنت لما بتنتج أعمال ذات هوية وصبغة محلية يعني بدها قنوات محلية أولا بعدين تصدر بالآخر اللي صار فينا أنه ما في محطات تلفزيون إلا التلفزيون الأردني اللي كان بقدر يشتغل على 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 استقبال هذا المنتج استقبال هذا المنتج وكان عنده مكينة مكينة بالدار التجاري بتبيع إعلانات وبتسوي كذا نتمنى أنه عمان تيفي قريبا تقدر تحصد هاي السوق الإعلاني أو ما تبقى من هذا السوق الإعلاني لأنه المعلنين بالآخر يعني عزفوا عن موضوع التلفزيون بالأردن اللي ردأته للأمان نعم وتعاقب الإدارات في التلفزيون في المؤسسات وفي كذا أدى إلى أنه يعني رجع مستوى كتير فبالتالي ما عاد قادر وما عاد مهتم أنه يفوت في الموضوع اللي بحاول أحكي اليوم أنه لسه في أمل لنرجع لدراما أردنية محترمة يكون جزء منها الدراما العربية التاريخية والبدوية بس كمان نرجع للعلم ونور نرجع لأشياء ما بحكي العلم ونور نفسه بالمعنى لكن النمط ولا أبو عواد نفسه لكن النمط اللي هو المحلي ميديا الأردنية اللي طيب يعني لما كانت حقيقة كانت متفوقة في العالم العربي كانت رديفة زاحمت الدراما المصرية بالرغم من عراقة مصر اللي كلياتنا بنعرفها بالسينما والتلفزيون السينما المصرية تحدثت بالاجتماع الأول أهميتها كان أنه فيه سينما بمصر وفيه حالة ناتجة عن عدد كبير في السكان عن عراقة القاهرة ومصر والأشياء اللي هي مصر لما قالوا أم الدنيا فعلا هي من الدول الرائدة يعني كانوا هم والطلياني سووا الأفلام مع بعض حتى أفلام نبيل الأسوأ 1896 بالضبط فمصر دائما رائدة في هذا المجال بالرغم من أنه إلها معادلتها والديناميكس تبعها المختلفة بعض النجوم الأردنيين اللي طلعوا معنا بعد حرب الخليج خلن نحكي الجيل الثاني من النجوم اللي هم بتمثلوا بإياد نصار برشيد ملحس مند الرياح نياسر المصري أصبح نجوم صبا مبارك أصبح نجوم كاملين حتى في مصر حتى في الخليج حتى في كل مكان والحمد لله إحنا فخورين كمركز عربي إنه إحنا من الناس اللي اكتشفناهم ودعمناهم وهم صنعوا نفسهم للأمان لأنهم جماعة مشتهدين ومثابرين وصدقني في منهم في منهم مئات اليوم وإذا ما وفرنا لهم البيئة الصح والأشياء الصح رح نرجع بجو محترم للنافس أحكي لي المعادلة المتناقضة يعني نجوم أردنيين ببرزوا بشكل كبير هم قدموا عبركم وصنعوا عنفسهم واجتهدوا زي صبا ومندر وإياد وكلهم لكن في النهاية اشتهروا وبيعملوا الآن كلهم في مصر ما لقوش فرصة بعد فرصة المركز العربي بعض المسلسلات في التلفزيون الأردني إنهم يكونوا والمعادلة الأخرى إنه أنتم بتبيعوا في الخليج ما بتبيعوش في عمان يعني الحديث طويل وعميق ومؤلم في هذا الموضوع للأمانة بحكي لك أنا كطلال اشتغلت أنتجت مسلسلات عربية كتير وأنتجنا مسلسلات أردنية ذات طابع محلي كان آخرها إذا بتتذكر مسلسلة عملناها اسمه سلطانة طبعا عن رواية الأديب الراحل غالب هلسي سلطانة كان إنتاج قناة الغد اللي هي الـ ATV قبل ما نحن ندخل فيها وحقيقة لما تنتج إشي ذات طابع محلي من بيئتك من ثقافتك من تراثك إلو طعب مختلف غير العربي للأمانة كله مهم وكلها أنواع مختلفة بس كان إلو طعب معين حسيت أنه لازم نكمل بهذا الأضرار المشروع الـ ATV يعني لم يكتب له النور لأسباب عديدة دخلنا إحنا كمركز عربي لإنقاذ الموقف واشترينا حصة كبيرة في هذه المحطة على أمل أنه ننقذها ونستمر بإكمال الدورة لأنه اليوم عندك منتج عندك شركة إنتاج عندك ممثلين بدك شاشة عرض معلن فتكمل الدورة بتعتبد على نفسك مئة بالمئة ما صار لهذا فرجعنا اعتمدنا على التلفزيون أردن بشكل كبير التلفزيون الأردني الحقيقة عنده طموحات وعنده مشاكل كبيرة كمان هم بيشكوا من نقص الموازنات أنا ما بعتقد مشكلتهم في الموازنات للأمان بالذات بعد الزياد اللي أخدوها بآخر فترة معرفة إذا بيقدر يشتري مسلسل تركي طيب ما الأولى أنه يشتري مسلسل أردني أنا المسلسلات التركية بجزء أزعل الجمهور شوي أنا بعتقد أنه هي المسلسلات التركية هي من قتلت الإنتاج العربي عموما نعم وبعتقد أنه كل من دعم المسلسلات التركية هو أساءل للثقافة العربية والمنتج العربي والترفيه العربي والمضامين والرسائل العربية ممكن نعرض إحنا أعمال تركية مدبلجة بس تكون نسبتها 20% أو 10% من مجمل اللي عم بيصير قنوات أساسية في الشرق الأوسط بلاش تحط تركي طول النهار لو تشوف أديش بقدر أفهم الـ MBC بقدر أفهم الـ ART بقدر أفهم الـ ROTAN لكن ما بقدر أفهم تلفزيون أردني أنت مش مش تري عمل أردني تشري عمل تركي أنا التلفزيون الأردني لو كنت أنا يعني أحد مستشارين أو صاحب أو بشور على صاحب القرار في أو في وزارة الإعلام أو في رئاسة الحكومة أو في الدولة بقول لازم يحط بس أعمال أردنية مش من باب مش من باب يعني الانغلاق بل من باب دعم المنتج الوطني ولا دعم المنتج الوطني إحنا يعني فيه اتفاقية اتحاد المنتجين بيننا وبين التلفزيون والاتفاقية فيها لائحة أسعار حتى نخلص من موضوع التفاوض على السعر وللأسف تيجي إدارة بتحترم الاتفاقية تيجي إدارة بتقول لك ما بنا الاتفاقية يعني من ضل إحنا بالنقاش بالمربع الأول بدل من ننتقل للنقاش للمربع الثاني والثالث اللي هو كيف نجود بالمنتج شو المطلوب شو الكذا التلفزيون الأردني برأيه لازم بس يحط مسلسلات أردنية لازم يلعب دوره كجهة إعلامية أردنية ويطلب بنا كمنتجين مواضيع معينة أشياء معينة وزيحة مش كل ياتنا نسوي بده السنة وبعدين كلنا نسوي اجتماعي لا أنت تجربتك في سلطانة طلال والمركز العربي صحيح بتذكر أنه في قاعدة أصلا بجوز كان بعرفت إذا هو صاحبها يوسف شهين ولا مين الإغراق في المحلية هو الطريق للعالمية إنت لما عملته سلطانة كان ممكن وذيب مثلا فيلم ذيب اللي وصل للتنافس بالأسكار أنت وصلتوا للأمي أوردز بالاجتياح بالاجتياح للأمي أوردز يعني أنتوا الوحيدين في العالم العربي اللي أخذوا أمي أوردز اللي هي الأسكار المسلسلات في العالم طب يعني أيش نعمل أين التقدير مش إلك للمنتج الأردني والله سؤال عميق هذا والجواب عليه بده بده 60 حلقة بجوز يعني أين التقدير للأردني بشكل عام وليس للمنتج الأردني أين التقدير لأولاد البلد أين التقدير شو المنظومة اللي صاير اللي هي قاعدة هذا شو يعني بتحس أحيانا يعني في حقد بين الناس في كره ما بعرف شو دافعه شو سببه إحنا بنكره النجاح ما بعرف ليش أنا أنا بنبسط بس أشوف عمان تيفي فتحات لما بشوف نجم إعلامي زي هاني البدري نجح وتألق وحافظ على تألقه أيضا يعني إحنا بتذكر مقابلاتك مع جلالة الله يرحم والملك الحسين كانت جميلة وبتقشع البدن على ما بيقولوا عندنا بالأردن سلطانة نرجع له مرفوض في التلفزيون الأردني موضوعيا مش عارف ليش عودي أبو تاية سوينا عمل أخذ جوائز ذهبية هو سلطانة قالوا إحنا من حاول نحرض العشائر ونميز عشيري على أخرى وعلى كذا نمر العدوان سوينا برضو يعني بطلوع الروح هذي شخصيات عرب أردنية بتاريخ برضو نمر عدوان نعرض التفزيون أردني بعد ما وسطنا ميما بدك تبتعرف أنه وإنت عشت تجربة أنه بعض الدول يعني بدون ذكرها كانت تدور على شخصية تربطها باسمها باسم هذه الدولة صح وبالكاد وجدت وبالكاد إنها وجدت إحنا عنا كلها الشخصيات الكبيرة ومش قادرين نعبر عنها الدرامية إن شاء الله يعني يعني الدولة عم بتمر بمرحلة اقتصادية صعبة زي ما عم نسمع صلنا عشرين ثانية أنا بحس الإدارة بدها بدها شوية الروح الانتماء للأردن للوطن للبلد بسطلال فيه فلوس بتنصرف يعني أنت بتحكي فيه أزملية لكن نحن بتشوف فيه فلوس بتنصرف وبقول لك انطلاقة وبقول لك ألوان هيك زي كأنك بفالنسيا مع منتخب فالنسيا أو جمهور فالنسيا كله برتقال مع احترامي للجميع طبعا أنا ما بحاول أسخر من حدا لكن أين النتيجة وين المنتج النهائي لكل هالصرف أنا التلفزيون الأردني المظبوط ما شفته مؤخرا بالانطلاقة الجديدة اللي بيحكوا فيها أنا مع أي تطوير على الشاشة وبقول إذا لم تكن تمشي للأمام كلما إذا ما بتمشي لقدام فأنت بترجع لورا لأنه الدنيا ماشي بسرعة شديدة والمشاهد العربي عنده من الخيارات والمشاهد الأردني كمان عنده من الخيارات الكثير التلفزيون الأردني يعني فيه إدارة جديدة أو عمرها سنة أو سنتين فيها رئيس مجلس إدارة إعلامي كبير اسمه جورج حواتمي إعلامي بجوز مش تلفزيوني بقدر ما هو إعلامي من ناحية يعني مش تلفزيوني بس مش تلفزيوني وفي عندك شخص المدير العام الجديد أيضا الأخ فراسنصير اشتغل بالعربية واشتغل بالجزيرة واشتغل على عدة قنوات خبرتي فيه أو معرفتي فيه أنه كان أكثر في مجال تحرير الأخبار وفي الأخبار هلأ أنا ما بعرف للأمانة قديش هو ملم بموضوع الدراما وموضوع الكذا عم من حاول نبني جسور يعني من التواصل معه نشرح له كلها في الإنتاج كلها في يعني التمييز بين المسلسلات ولكذا يعني فيه فيه فترة فيه سنت لغة لازم نخلصها بس يعني هو نجح كشخص في مماكن أخرى ما بعرف نجاحه كان هو هل كان رأس مؤسسة في الخارج ولا كان يعني عضو في فرقة ناجحة هل لحاله بقدر يعمل شيء ولا بده بده فريق من الناجحين معاه هل هو إذا بتجدد عقده سنة في سنة رح يشعر بالأمان لأنه تأسيس تلفزيون محترم ليفوت وينافس بده سنتين ثلاثة لننجح أنا بعد إذنك ثلال لازم أطلع مع التقرير التالي يعني نعود نسترجع ونستذكر مسيرة الدراما الأردنية إذا بنحكي عن دراما الأردنية فمنحكي عن سنوات طويلة من النجاحات وهذه بالضبط اللي كنت أقصدها أنا لا نقصد هنا الحديث عن أشخاص ولكن نقصد أنه لماذا وصلت بالمناسبة زي ما بدأت حديثي هناك أشياء تراجعت زي الدراما إما بشكل مقصود أو بأيدي يعني غير مقصودة في هذا التقرير لغيث الرجال في تقرير اليوم نتسأل مطولا كما هي الأسئلة الستة للخبر الصحفي ولكن عذرا لا أستطيع إجابة الأسئلة في هذا التقرير الذي يحمل عنوان الدراما الأردنية وتراجعها بعد خمسين عاما على إثراء الشاشات العربية بالأعمال المميزة نحن تصديح الموبير هاي يعني ما نشتغل هاش يعني حشان المصاري هواي يتساءل الكثير عن الدراما الأردنية وموقعها على خريطة القنوات الفضائية الآن فمنذ مطلع تسعينات القرن الماضي تراجع الانتاج نوعا وكما ولم تفلح كل محاولات إنعاش هذه الصناعة في تحقيق تقدم ملحوظ مراقبون للمجال الفني المحلي يطرحون الكثير من الأسئلة التي تتعلق بتوفير البيئة المناسبة للدراما وما تقدمه المؤسسات الرسمية لها وهي أسئلة تتعلق بالتشريعات التي تكفل تدفق المال لمشاريع الانتاج الفني نحن بحاجة إلى ناس تعلم مع معنى الدراما المسؤول يفقه مع معنى الرسائل الفنية التي يقدمها الفنان نحن لا يوجد قيادة لهذه المهنة يعني لقابة الفنانين هي مكان إداري وليس مكان تشغيلي نحن بيتنا الحقيقي ومكاننا الحقيقي الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة على الرغم من هذا المشهد كان هناك تجارب ملفتة إلى حد جيد من قبل القطاع الخاص إلا أنها لم تزاحم ما تنتجه دول رائدة دراميا في العالم العربية مثل مصر وسوريا لم تعد العسرة الأردنية تتجمع أمام شاشة التلفاز لمشاهدة مسلسل من إنتاج وتمثيل فنانين أردنيين فتراجع الدراما بات أمرا ملحوظا للجميع وتدني مستوى الإنتاج قضية لا بد من حلها لإعادة الألق للمسلسل الأردنية كما كان في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي الآن بحاجة إلى إعطاء علاج للدراما الأردنية بحيث أنها تقفز وتصحو من هذا السرير سرير المرض اللي أصابها بدها أطباء حتى تصير تقدمي الدراما وتصحى وتصبح فيه أعمال يعني أن تنافس ما يجري في العالم العربي المواطن الأردني يسأل أين الأعمال المعبرة عن همومه وقضاياه وأين الممثل والمخرج والكاتب الأردني هل الدراما الأردنية في الإنعاش أم تشهد حالة ولادة ثانية ليش بتقول؟ وهل ستستعيد ألقها الذي شهدته في السبعينات والثمانينات أنا ما بدي أورطك وبكف اللي بتسويه باشر طلبين الثار يدوروا رأيشك ويكثرهم طلال أين البيئة المناسبة اللي حكينا عغيث أنه يجب أن تكون متاحة لاستعادة ألق أو ألقها لإخراجها من الإنعاش يعني لازم نقعد نتفاهم كل ياتنا مع بعض بدون سلبية ونتطلع بإيجابية على الأشياء ونحط الأمور بنصابها لهذا ما حتى المسؤولين يعني أنا مرات بطلع بقول الله يعينهم تعرف كل واحد كل منتج حتى المنتجين التعبانين اللي بيسووا مسلسل في شهرين وتعبان ويا الله يالله هو بيشوفه بضلوا يبعتوا رسائل على الحكومة وعلى الديوان وعلى الدنيا فحتى المسؤول في التلفزيون أو في مزارة الإعلام كل يوم بيجي 500 شكوى كل يوم بيجي كذا فالأمور يعني أه بس المفروض إنه على الأقل جزء من حسن الإدارة وهذا أنا موقفي ما بورطكش فيه جزء من حسن الإدارة إنه يكون فيه هناك تقييم للعمل عمل كبير قاعد يقدر في العالم يجب أن أولى أني أقدره وطنيا وهذا الحديث مرة أخرى لمدير عام الإدارة والتلفزيون وأنا أعرف أنا إيش بحك إنه مدير عام الإدارة والتلفزيون ما إلو علاقة بالموضوع يعني الموضوع كيف أنا بجيب دراما تركية بعرضها عشاشتي بدي أفهمها هاي وكيف بجيب دراما أنا بانتجها زي أبواب زي أبناء القلعة أنا بانتجها ثم أقول إنه هاي إنتاج مشترك بيني وبين أبوظبي يعني قصة هيك هي ليست إنتاج مشترك هي نابعة من شعورنا كدولة بالحاجة لمساعدات أبناء القلعة مسلسل كانوا تلفزيون أبوظبي بديوا منتجوه مع شركة إنتاج إماراتية لشخص أردني أو مخرج أردني وبعدين غير رأيهم الجماعة وبطلوا فالتلفزيون الأردني يعني بواسطات معينة بدعم بكذا بهذا قال طب إحنا بنشتريه على ورق قبل ما ينتج فاشتروا بمبلغ معقول بالنظر إلى مستوى وكلفته فانتج بهذا المبلغ بعدين تلفزيون أبوظبي غير رأي ورجع اشتراه نعم فهو كإنتاج إنتاج شركي خاصة في الإمارات يملكها مجموعة شباب أردنيين بس يعني شفت رئيس الوزراء استقبله منبسط أنه رئيس الوزراء مهتم بموضوع مسلسل بس أنه يعني رئيس وزراء الأردن بده يشكر يعني مدير تلفزيون على إنتاج مسلسل أنا شفت وهو اللي منتجه بس هو المعلومة عنده مش كاملة طب ما يعني بتعرف شوي حزنت وزعلت وقلت يا أخي إحنا مش في المكان طب أنت مش شايف أنه برضو أقبنا أطلع الفاصل أنه من بديش جوابك أنا بدي أسأل أنه أطلع الفاصل أليس من منطق أنه رئيس الوزراء والمسؤولين أنهم يقعدوا مع المنتجين والفنانين الأردنين أنا ما سمعتش خلال الفترة الماضية في ظهار في شيء؟ لا شكراً بعد الفاصل نعود لمشاهدة عمان تيفي بتقنية HD ضمن شبكة قنوات بي أم اضغط زر بي أن من جهاز التحكم اختر الإعدادات اختر التركيب اختر البحث عن القنوات اختر قمرة نايل سات ثم اختر معرف من قبل المستخدم أدخل التردد عشرة آلاف تسعمائة وثلاثين الاستقطاب أفقي معدل الترميز سبعة وعشرون ألف وخمسمائة تصحيح الخطأ خمسة على ستة عمان تيفي على الهوى السوى قلت الشبكة بي أختر علينا بتقدروا بالتيرفزيون ومسؤول كبير بها الوزن عميح كبير المراج فيها حكام عاييك ميوزيكا كونسر لك أمريكا شهدتو شهد من وريد لوريت قلت الشبكة بي أختر علينا شهدتو 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 لا قادرين ندفع عجرة لاحنا عارفين نعيش الناس مش نلاقي الخبز الناس ماتت من الجوع والله خطب لا في بطار والله كاسر في بطار والله الوضعي انت اليوم حماشي في بطار لو الآن انتفعت كنبيات وبطلع والله قرتي بشي يطلع ان شاء الله بكرا صنبيه طالع عملي اشتركوا في القناة اهلا بكم المنتج طالع العوامل اليوم بعد سنوات طويلة كم العمل بتقدر انتو من مركز العربي المركز العربي منذ تأسيسه من الثلاثة والثلاثة والثمانين لليوم عنده حوالي خمس تلاف ساعة من الدراما العربية المتميزة اخذت جوائز كتير عربية وعالمية وهذا والحمد لله فخورين ومستمرين بتقديمه هذا هو سؤالي على موضوع مستمرين قداش حالة الاحباط اللي عايشين احنا بنتطلع كنا انا وياك على التقرير ونشوف فعلا حالي الفنان الاردني انه بعد الاحباط وبعد الحالي اللي وصل الى هالفنان الاردني كنا زمان نقول عشان ازمة الخليج توقفت الدراما الان فيش ازمة خليج توقفت بسبب ازمتنا الداخلية نحن فيه ازمة ادارية عندنا فيها وفيه عندنا ازمة يعني لها علاقة بالمستوى الفني ومواكبة العصر واللحاق بالجمهور لانه الجمهور سبق كتير والعالم كل من فتحها كتر عم بيشوف درامات من دول اخرى ومن اشياء اخرى وقيمة انتاجية مختلفة الدراما العربية عموما ما واكبت مش بس الاردنية عموما ما واكبت مصر لها حالة مختلفة لا مصر شيء مختلف تماما بس انا بقول طلال ليش يعني في الوقت اللي احنا كنا اذا بناش نحكي في المقدمة كنا في موقع مهم ما كانش فيه اي درامات عربية حتى السوريين ما كانوش بالحجم العدد ولا النوعية الجوهر يعني الان مثلا الدراما اللي كانتش موجودة على الساحة اللبنانية الان تنطلق وبتسيطر حتى على الفضاءات المصرية اللي ما كانتش تشوف الا مصري لبنان حالي كمان حالي خاصة وتحترم وفيها تعددية وحزبية وفيها توازن معين انتجت مجتمع منفتح ومجتمع بيفهم سياسة وبيعرف كل شيء فبالتالي لك تعرف ان الدراما مرآة لتطور المجتمع لحال المجتمع وتطوره الدراما سواء بالمسرح ولا بالسينما ولا بالتلفزيون لها علاقة بهذا برجع بقول الاردن فيها طاقات كبيرة وبرجع بقول ممكن وبرجع بقول انه احنا بس لازم نركز على الاجادة في العمل نركز على التخصص نركز على الامور ما بقدر احط اللوم كله على التلفزيون الاردني التلفزيون الاردني هو طرف من اطراف المعادلة ويجب ان وطرف اساسي بالمعادلة بتبلش من عنده اذا بدنا نعمل نهضة سريعة الان بتبلش من عنده انه يشتغل دوره الحقيقي كجهة بث او كبرودكاستر او كناشنال بروودكاستر يقول انا بدي واحد تنين ثلاثة اربعة انا اخترحت على مدير التلفزيون حتى يعني الانطلاقة كنت متمنىها تكون بشكل مختلف كنت متمنى انه يعملوا قنوات تخصصية اردنية واضحة قنالة الدراما قنالة للاخبار المهم اللون اهم ايش اللون انا عجبني اللون لانه انا ما شفت في شيء بصراع انا آسف بعتذر يعني ما شفت في الانطلاقة الا اللون تغيير اللون اللي هو العيلون الأورنج الأورنج انا والله ما انتبهت عليه كتير مش متابع للتلفزيون بشكل عام انا آسف يعني بعتذر زملائي وهذا بيتنا واذا بنحكي عن هذا الحكي فهو من باب الحرص انا شاشتنا الوطنية طلال الاساس بنحكي من ما هذا الحرص انا هاني يعني انت اخ عزيز وغالي انا شخص عم بحاول امارس الهدوء مارس الهدوء وضبط النفس حتى بالاراء والكذا لانه بتعرفني انت يعني انا من زمان نتيجة العمل الانتاجي حازم لانه عنا ديدلاينز وعنا موعيد وعنا كذا وانتاج وانتاج بده ناس وادارة عشرات ومئات البشر وكذا فيعني السمع علي صارت انه هذا عنيد وبيحكي رأي يوم مش سائل في حد وكذا فانا عم بحاول اني يعني اورجي الصورة المختلفة ترى الجملة اللي بحكيها اي واحد غير اللي انا بحكيها انا لا لا انا بحكي انا ما بحكي من باب حرص والله فالمرقاني حلو انا خلق خليه حلو بلاش بلاش يزعب علينا لا نحكي من باب الحرص وليس من باب النقد هيك للنقد فهم اه لما كنت بحكي لك الاحباط هل هذا سيوقفكم هل هذا سيدفعكم وين رايحين الفترة الجاي كمنتجين مش بس كمركز عربي احنا قطاع خاص دكتور هاني الاحباط ممنوع اه اعرفه بعدين بنطعمش ولادكم عيش بنطعمش ولادنا فاحنا وانت محبط بدك تضغط على نفسك وبدك تستحضر الايجابية مشان تقدر تلاقي الخير وتلاقي الكذا تفائل وبالخير يتجدون طبعا فبدنا نتفائل وبدنا نظل نحاول وبدنا نعيش حياة كريمة وبدنا نخدم بلدنا بالتالي نخدم انفسنا انا ما بحكي نخدم بلدنا لا تعارض بين خدمة شخصك وبلدك نعم وبما واحد طبعا ولا تعارض بين محاولتك كإنسان أردني انك تحسن دخلك باجتهادك في عملك ومواطنتك الكامل الحقيقية من تجاه انه هي بتبلش اذا شفنا ورق ما نكبش ورق من السيارة ما نكبش زبالي على الأرض الحمامات تكون نظيفة بالأسواق والمولات بتبلش من كتير تفاصيل هي مش بس الدراما الأردنية احنا موضوع المواطني كله بده شوية ديرت بال موجود جواه كل واحد فينا ليش الأردنيين بس روحوا على دبي بنسجموا بسرعة شديدة مع القوانين والأنظمة والأمور وبتحسهم يعني ما شاء الله عليهم عايشين بدبي لو خمسين سنة معادي ما شاء الأمور طب احنا شو بصير معنا هون مش عارف طبعا طيب احنا أيضا سؤالنا وبجزء هذا راح أرجع بعض الاستطلاع اللي بالشوارع سألنا الناس إذا بتشوفوا مسلسلات أردنية وشو بتتذكروا عشان نرجع نقول فعلا هل لسه المسلسل الأردني مطلوب هل طلال عواملة ومجموع المنتجين الأردنيين لسه عندهم إمكانية يرجعوا للبيئة المحلية الأردنية ليطلعها الكنوز من الأسماء والقصص والحكم والقيم في مسلسلات جديدة في هذا الاستطلاع تابعت مسلسلات أردنية خاصة أم الكروم يعني هذا مسلسل رسخ في دهن المواطن الأردني كان يحكي عن واقع المواطن الأردني غليص أكيد وفي كتير ممكن أحكي لك يعني نمر بن عدوان كمان كثير الناس تابعوه في إيش كمان مش متذكرة بالضبط بس في يعني مسلسلات كنا بنحضر منها هيك حلقات من مسلسل أردني لا صراحة الله وتعالى نعم شدي أنا المتابعين لدرامو الصين الأردنية لا في مسلسلاتها خاصة بالفترة الأخيرة يعني التلفزيون الأردنية لا لا ولا لا أردنية ولا أجنبية أصلاً مش صحب أنا والتلفزيون كامل بالله لا بصراحة مسلسلة بدوية يعني غليص نمر بن عدوان واضحة بن عاجلان طلال لسه الدراما الأردنية مطلوبة سواء محلياً أو زي زمان لما كانوا إخواننا في الخليج يقولوا بدنا تنتجوا لنا الدراما بدوية أردنية لأننا مطلوبة عنها لسه مطلوبة؟ للأسف لا 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 ليه؟ يعني المحطات في الخليج برضو عم بتمر بسياسات مش عارفوا إصلاح مالي ولا تقشف ولا كذا ناتج عن الأزمات اللي عم بتمر فيها محطات الخليج اللي بتعرف عندهم أزمة اليمن عندهم سعر البترول نازل عندهم الأشياء وعندهم أيضاً أولوية لإنتاجهم المحلي من يوم مطالع هم الدولة هناك على مستويات واضحة خففت إنتاجها المحلي هذا العام باتجاه تغيير نوع المحتوى المحلي اللي بدو يطلع لأنه زي ما أنت شفت حتى المسلسلات الخليجية تحديداً كلها النواح وعياط وكلها سلبية وكلها حزن هو جو هندي أكتر أيوة كلها حزن وكلها سلبية وكلها ناس نصبوا على بعض وإرث ومخدرات وكذا فأقول لك يا أخي إحنا عم نحاول عملوا وزارة السعادة بالإمارات عملوا أشياء هيئة الترفيه في السعودية مرضو شغالة بشكل كبير فأقول لك الدراما هاي اللي عم بتبث سلبية في المجتمع بدنا نحاول نقلبها فهم حتى المنتجين الخليجيين في عندهم حالة غضب هذا العام تحديداً بس لأنه الدولة أيضاً عندهم بتحاول أنه تنتج هال تطلع من القالب القديم في الدراما ولا تفوت بقالب جديد اهتمامهم بالدراما تبعنا لا مش موجود مش بنفس الزخم والقوة تبع زمان هم بيختاروا موضع معينة بيقولوا نفذوها هم ببعض الدول وأنا إلي بعض التجارب مع بعض الدول الخليجية أنه يحتم على تلفزيون الدولة أن يشتري من المنتج المحلي مسلسل 100% بالكويت هذا الحكي موجود طب إذا بنحكي بناش يحتم نحن بنحكي بالأردن طالما أنه الخليج بطل يطلب الدراما أردنية وهذا القطاع فيه ألاف من الناس اللي بياكلوا عيش عرا إخوان المصريين ممثلين عفنانين عفنيين على كل شيء على ناس بيشتغلوا بزيكم استثمارات كبيرة طيب مين الأولى طب الخليج وانتهينا خلص حتى بيبثوا أعمالهم فقط بصعوبة عبد نقدر نمشي أمورنا بالخليج السنتين هدول اللي راحوا أو الثلاث سنين بصعوبة بالغة بالنسبة إلا منتمنى القنوات المحلية تقوى وتكبر زي رؤية وزي عمان تيفي إن شاء الله تحصل على نسبة مشاهدة أعلى وأعلى فبالتالي العائد الإعلاني يكون يكفي إنه تنتج كذا نتمنى على التلفزيون الدولي اللي عنده ميزانية مدعومة من الحكومة من جيوب المواطنين إنه يكمل الدورة الإنتاجية صح ويقوم بدوره الكامل بالشراء إحنا للأمانة نترجى إنه نقدر نبيع مسلسلنا للتلفزيون الأردني رمضان الماضي حاولنا 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 ولم نفلح في الموضوع التلفزيون الأردني عايش حالة معينة من الخربطة إنه هل أنا أنتج بشكل مباشر هل أكلف منتجين هل يعني لسه عم نتساءل نفس الأسئلة مع كل إدارة جديدة عم تيجي عم نعيد الأسئلة من أول طب طلال ما في يعني وين دون نقابة الفنانين ما بتحكم على نقابة الفنانين مفروض عضو مجلس إدارة التلفزيون نقيب الفنانين شخصيا يعني ممكن لأنه هي المظلة اللي مش إلكم كمنتجين ولكن الفنانين اللي ما بيشتغلوش قاعدين ما بيشتغلوش نقابة الفنانين على علم مثال الأسعد شخص دمث وخلوق وقاعد يحاول نادى مدير التلفزيون في آخر اجتماع أنا بدي أضرب مثال عشان أوضح خضية مع مع الإخوان عندنا بالشركة وكان مستمع نزل عندنا على التصوير زي ما أنت شفت شاف البنية التحتية وشاف الأمور وقال هذا مفخر للإنتاج وكذا بس لم ينعكس على يعني على قبول وعلى الشراء وعلى الأمور هاي كلها كان مستمع حكينا معه نتواسط عنده كذا قال أنا مش راضي تحاولنا نتواسط نخلينا نعمل اجتماع معهم كذا ما زبط الاجتماع ما قدرنا نجتمع طيب ممكن حدا بس يفاهمنا إذا مش أنت من جميلنا حدا واحد ثالث يفاهمنا ليش يعني ليش حالة هذا الجمود الخشونة الرفض إذا بدك تسميه إيش مش عارو شو لك تسميه طيب ما في النهاية إذا مقدم منتج جيد بحكيش طالة العوامل أي منتج أردني ليش لسه في حالة هال المنتج الجيد زي ما حكيت لك إدارة التلفزيون عم تتعرض لضغوطات من منتجين منتج وإنتاجات بمستوى سيئة جدا أقل من المستوى المطلوب ولهي من تسيء لدراما وأساءت لدراما الأردنيين في الخليج يعني الدراما الأردنيين في الخليج صارت تقول لك آه ما هو تعبان يلا بشهرين بخلصوه فنزر السعر نزر السعر فبالتالي ما عادت زي ما بيقولوا مجدية بشكل أو بآخر الدراما الأردنية مع التلفزيون الأردنيين لازم تتحدد معايير واضحة للتقييم نعم والتقييم الجيد والعاطل ترى ما بده روح على القاضي نبين طبعا نبينه وسهل بس مرة تانية الواسطات في بلادنا والعشائرية والناس والرسائل لكل مكان وكل أصحاب الإختصاص اللي إلهم واللي ما إلهم بيصيروا بدهم يتوسطوا قلال إحنا روحنا عاميركا قبل أسبوعين ندور على قصص نجاح أردنية فمبالك لما يكون بيننا قصص نجاح أردنية مهمة وعشان يكمل باب فعلا محبتنا ودعمنا وبحثنا لقصص النجاح ومنكم أنتم بالمركز العربي قصة نجاح الآن زميلنا أنمار مخرجنا رح يطلع صور بس استذكر والناس قاعدين بيشوفوا فوزكم بواحدة من أهم الجوائز النخبوية في العالم امي اووردز اللي هي أوسكار ما نعرض بالتلفزيون الأردن أوسكار المسلسلات أخذي لي لما فلستوا بمي اووردز وروحتوا عن نيويورك وانقلبت الدنيا يعني أنتجنا مسلسل بحكي على لكم تشوفوا أولا لا لا أحكي تفضل رحنا على أنتجنا مسلسل بحكي على اشتياح مخيم جنين في قصة بطولية لأخواننا من الشعب الفلسطيني اللي هو احنا بالأردن موقفنا واضح اتجاهه ودعمه وجلالة الملك والهاشميين عموما قضيتنا المحورية احنا وياهم القدس شعرت كمنتج أنه هذه قصة لازم تنحكى وهي قصة حقيقية كان في مجموعة أبطال قاوم وفي مخيم جنين العدوان الإسرائيلي عليهم أكثر من جيوش العربية التلاتة في الحرب اللي صارت في ذلك الوقت فحسيت أنه هاي قصة بطولية يجب أن يصلط الضوء عليها وعشان احنا ما نتوهم الأمر كان بهيئة المحلفين والدنيا عطونا جائزة هذا الأغرب يعني هذا بورجي أنه العالم إذا بتعرف تكيف قضيتك بيحترموا الفن بيحترموا من يستطيع أن يوصل قضيته بالعالم يعني احنا اليوم الأردن عدم مؤاخذة لا عنا نفط ولا عنا قوة اقتصادية ولا عنا كذا عنا جلالة الملك بقضية القدس شد وعمل لوبينغ في العالم وما زال إلى هذه اللحظة وصدقني راح تتفاجأ بحجم التأثير اللي عم بيصير بالرغم من حجم الأردن وضعف مواردها بس ولكن شخص واحد بصنع الفرق أحيانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو شخص شوف عدد المسلمين اليوم قديش وشوف المريضين كيف تفاجأتوا بالأم أورد؟ لدرجة أنه ما كنا عارفين احنا قاعدين بالقالة احنا ترشحنا بيصير الترشيح بشهر أربعة نعم بمهرجان كان فبيعطوك نومينيشن بسموها فبيصيروا يعني بيختصروا خمسمائة عمل ترشيح لأربعة وقاعدين على الطاولة تتفاجأنا أنا والوالد ولدرجة أنه مش محضرين شو بدنا نحكي على المنصة فطلعنا مشينا مرة بعض إذا بتشوف بالفيلم زي طلع بشوي قال لي احكي أنت قلت له لا احكي أنت احكي أنت وصلنا قلت له مش حاكي احكي أنت مش عارش بدأ حكي طبعا فشكر حكى I thank you all on behalf of Jordan أنا بشكركم بالنيابة على الأوردن بالنيابة على الأوردن نعم رجعنا وكان عندي إشكال بالـ ATV ولكذلك فلم يغطى في البرامج ولم يغطى في كثير منهم لكن جائزة كبيرة هي للأوردن زي ما حكى on behalf of Jordan هي أنت وفزت وأن بها فبجو دنيا صح مش ثلاثة عدنان عوامل هي هيك وجلالة الملك أعطانا وسامل حسين ها بشوف التقدير بدك أحسم نيك تقدير للعطاء المتميز والتلفزيون الأوردني ما عرض هذا المسلسل استني لما صارت أحداث القدس وزعنا على كل المحطات العربية مجانا قناة رؤية كانت هي اللي تصدت أنه تعرضه وهو موقف هو مسلسل منيح ونتمنى أنه يعني الكل يشوفه بشكل أو بآخر على كل أحوال معظم أعمالنا المهمة كأول شركة عربية وخطت جوائز عربية كثير مهرجان القاهرة الإداءة وتلفزيون بطلت أحسب جوائز عربية الأمان لأنه يعني مؤخرا آخر سنتين ثلاثة صار فيه كولاسات كثير وصار فيه كذا ومعايير نزلت وصار فيه دفع وصار فيه كذا هكذا المسلسل السنة منتجين السنة عندنا ست مسلسلات بس هي مش كلها مسلسلات دراما عم نعمل أنيميشن للكبار كرتون للكبار وعم نعمل عدة أشياء درنا نخلي التلفزيون الأردنية يعرض واحد منها بس يعني لهذا الرمضان إن شاء الله رح نظل نحاول نخنعهم أنه يشتروا أكتر أنا متأكد أنه حتى الإدارة الحالية إذا كتب لها أنه تبقى فترة أطول رح يدركوا يعني المسلسل الجيد من المسلسل لهذا ما بعرف إذا فيه آليات تقييم أو نسب مشاهدة يعني ما بعرف فيه حدا بيقيس نسبة مشاهدة فيه شركات فعلا يعني برضو ما فيش فيش هالشفافية والموضوعية يعني هادي مهمة فيه فصولية بالموضوع في بعض الأحيان ولازم ما نتطلع إحنا كقنوات تلفزيون على شراء المسلسلات لا كدعم ولا ككلفة أحكي لك ليش لأنه اليوم الدعم لما تدعم حدا بدك تشتريب أغلى من حقه إحنا اللي بيكلف مليون عم نبيع 150 ألف فهو مش دعم بس منسميه دعم قد ما إحنا واصلين لمرحلة تحت تحت رقم تنين وهو الأهم إذا مبكرا التلفزيون تفاهم مع المنتج فبيقدر عنده ست شهور أو سبع شهور أنه يبلش يجيب إعلانات ويجيب رعايات عليها وكذا مش قبل رمضان بليلي إحنا لسه مش عارفين شو بدنا نحط على التلفزيون فبالتالي أمتى بدها الدائرة تجارية تشتغل أمتى المعلن بده يتحرك أمتى الأمور بدها تمشي بشكل أو بآخر كلمة أخيرة طلال الناس اللي ساهمت في صناعة نجوميتهم ما زالوا بذكروا وأبناء الرشيد والاجتياح ومنهم اللي قدمونا للدرامة العربية يعني في منهم أكيد عندهم يعني بيحفظوا الجميل دائما لو 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 كلاميا وفي منهم بيقول لك يا أخي إحنا اليوم صرنا ناخد أجور مرتفعة جدا هذا أول ما اشتغلنا ما عطونا هاي الأجور فبالتالي شعروا بالظلم التاريخي لما ما كانوا مشهورين وعلى كل حال بس الناس طيبة هون ومنقدر نصل فيه خير ومنقدر نصل معهم كلهم لتفاهم معين وإحنا مستمرين في ماكينة تفريخ النجوم الجداد إن شاء الله وفيه كثار كثار شكرا المنتج العربي والأردني ورئيس تنفيذي لمجموعة المركز العربي لإنتاج الإعلامي طلال عواملة شكرا لك وبشير بكل التقدير لمن بدأ صحيح المسيرة عدنان عواملة بكل التقدير الحبيب عدنان عواملة هو أول منتجي الأردني أول قطاع خاص في الإنتاج الدرامي التلفزيوني أنا بحيي أيضا في نهاية هذا اللقاء وبشكركم بس التعليق الأخير أنه نحن هنا نتحدث في قضايا نزي ما بديت حديثي أحنا وين كنا وين بنصير علينا أن نعاود بكل بساطة نشوف وين المشكلة أنه زي الأطباء نبحث في المرض نبحث في الإعاقة ونعود للانطلاق وإذا تحدثنا عن التلفزيون الأردني وعن الأخطاء والمشاكل والإخفقات وعرض مسلسلات تركية ورفضهم لإنتاجات أردنية فنحن نتحدث عن بيتنا مش عن بيت أحد غيرنا نتحدث عن شاشة وطنية نريدها أن تعود إلى كل البيوت دراما أردنية نعيدها أن تعود إلى كل المجالس إلى كل الناس يشوفوا الدراما أردنية أعجبت الملايين في العالم العربي وما زالت محفورة في ذكرتنا شكرا لكم نتمنى لكم أمسية طيبة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة منطقة التغطية أنا هنبدأ أحييكم إلى اللقاء